في الفترة من الثاني عشر إلى الخامس عشر من مارس الماضي تضررت أربع مصاف نفط كبيرة في روسيا نتيجة لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية وفي الثاني عشر من مارس هاجمت طائرات بدون طيار مسفاط النفط في نيجني نوفغوراد المملوكة لشركة لوك أويل وتقوم بمعالجة أكثر من خمسة عشر مليون طن من النفط سنويا وذكرت رويترز بأنه نتيجة الضربة تم تعطيل نصف طاقتها وفي الثالث عشر من مارس الماضي قصفت طائرات مسيرة مصنعة نوفوشاختينسكي للمنتجات النفطية في منطقة روستوف وقال الحاكم الإقليمي للمنطقة بأنه نتيجة لذلك أوقفت الشركة عملياتها وبحسب بلومبرغ فإن قدرة هذه المصفاة تزيد على خمس ملايين طن سنويا وفي اليوم نفسه تعرضت مصفات ريازان إحدى أكبر مصاف النفط في روسيا للهجوم أيضا وهي مملوكة لشركة روزنفت وتنتج حوالي 317 ألف برميل يوميا أي حوالي 6% من إجمال إنتاج حجم النفط المكرر في روسيا وبحسب رويترز تم إغلاق وحدتين معالجة رئيسيتين في المصفات بصف الحريق تمثل مصفات نفط ريازان التي تسيطر عليها شركة روزنفت نحو 6.4% من إنتاج البنزين الروسي وأربعة فاصلة واحدة من وقود الديزل وسبعة فاصلة سبعة من زيت الوقود وثمانية بالمئة من وقود الطائرات سيكلف يوم واحد من التوقف في مصفات ريازان 18 مليون دولار وبحسب وزارة الطاقة الروسية يوجد حالياً 88 مصفات نفط داخل أراضي الاتحاد الروسي ومن بين هذه المنشآت تعمل حالياً 38 وبعد الهجمات بالطائرات المسيرة ووفقاً لرويترز أصبح 13% من إجمال الطاقة الإنتاجية لمنشآت تكرير النفط الأولية الحالية في وضع التوقف الطارئ وتوقفت ثلاث شركات عن العمل بشكل كامل وإذا أخذنا في الاعتبار فقط المصافي التي تندج البنزينة بوقود الديزل فإن روسيا قد خسرت نحو 9% من هذا الانتاج أي حوالي 77 ألف طن يومياً يدوق محلل صناعة الروس نقوص الخطر ويقولون إنه إذا استمر هذا الأمر فسوف تنشأ مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالبنزين حسناً في تزويد المشتهلكين المحليين أي مشتهلكي الوقود الروس إذا استمرت مثل هذه الهجمات بطائرات بدون طيار فمن المرجح أن لا نحسب أي نسبة مئوية هناك ولكن القول أنه من الممكن تماماً أن ينشأ النقص في المقام الأولي في المنطقة الوسطى من الاتحاد الروسي تحديداً في موسكو وضواحية ولضمان سلامة مصاف النفط تريد السلطات الروسية إشراك الحرس الوطني الروسي وتركيب أنظمة دفاع جوية حسب ما ذكرته وزارة الطاقة الروسية إن العمل الأمني جارًا وهي مسألة ملحة حقًا ونحن نعمل معاً بما في ذلك الحرس الوطني الروسي نعمل على اتخاذ تدابير لتغطية الأشياء وتركيب أنظمة الحماية اللازمة من نوع بانتسر ووفقًا لتجار النفط الدوليين فإن روسيا تخسر حوالي 600 ألف برميل من النفط المكرر يومياً بسبب الهجمات الأوكرانية على منشأة النفط ووفقًا لبورصة سان بوتروسبرغ الدولية فإنه في الفترة من 11 إلى 15 من مارس ارتفعت تكلفة المنتجات البترولية في روسيا مثل البنزيني ووقود الديزل بنسبة 7% أعدادو كريسينا دمبروزكا رخناتو تيفي عربية